بدأت وزارة الدخلية في التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل في بدر بحضور عدد من الوزراء والصفراء وممثلي المنظمات الدولية والحقوقية والجنحق الإنسان والإعلاميين وممثلي وكالات الإعلام الأجنبية كان في جولة شاملة المرور على جميع المرافق الموجودة في المركز تم تصميمه بسلوب علمي وتكنولوجي محترم يراعي معايير حقوق الإنسان في وسائل تأمين وسائل تكنولوجيا تم الاستعانة في مراحل إنشاء وتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية محترمة وشارك فيها متخصصين في كل المجالات ذات الصلة للتعامل مع النزلاء وتأهلهم لتمكنهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع بعد ما يقضوا فترة العقوبة وهي دي الفلسفة الجديدة هي تأهيل وهما نزلاء وهي فترة عقوبة ثم تأهيل للخروج إلى المجتمع مرة أخرى زي محرم شافين كده في هذه الجولة التفاقدية